تنفيذا لتوجهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه الرئيس الفخري للمؤسسة الخيرية الملكية بتقديم مساعدات إنسانية إلى الشعب اليمني الشقيق في ظل برنامج إعادة الأمل وتحت رعاية اسمه الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثلي جلالة الملك للعمال الخيرية والشؤون الشباب رئيس مجلس يومناء المؤسسة الخيرية الملكية قامت المؤسسة الخيرية الملكية بالتعاون مع مؤسسة خليفة بن زايد آل هيان للأعمال الإنسانية بتجهيز شحنة كبيرة من المساعدات الإنسانية الإغاثية إلى الشعب اليمني الشقيق وبهذه المناسبة رفع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة خالص الشكر والتقدير إلى جلالة الملك المفدى على المبادرات الإنسانية التي يقوم بها جلالته واهتمامه بمد يد العون وتقديم المساعدة انطلاقا من الروابط الإنسانية الجامعة بين مختلف شعوب العالم مؤكدا سموه حرص جلالة الملك المفدى على وقوف مملكة البحرين إلى جانب الشعب اليمني لتخفيف معاناته الحياتية في ظل ظروف صعبة يمر بها وأشهد سموه بالدعم الكريم الذي تحظى به المؤسسة من قبل الحكومة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ومعزرة صاحب السمو الملكي ولي العهد وأضاف سموه أنه بناء على هذه التوجهات الملكية تعمل المؤسسة الخيرية الملكية على تجهيز عدة شحنات من المساعدات الإنسانية والإغاثية وذلك للشعب اليمني الشقيق وبالتعاون والتنسيق مع مؤسسة خليفة بن زايد ألنهيان للأعمال الإنسانية بدولة الإمارات العربية المتحدة بغية المساهمة في توفير الاحتياجات الأساسية من السلع والمواد الطبية والإغاثية في العديد من المدن والمحافظات في جمهورية اليمن الشقيق من جانبه قال سعادة الدكتور مصطفى السيد الأمين العامل المؤسسة الخيرية الملكية أن هذه المبادرة الإنسانية تأتي استمرارا لتنفيذ توجيهات جلالة الملك المفدة بتقديم مساعدات إنسانية إلى الشعب اليمني الشقيق وضبن مساهمة البحرين في برنامج إعادة الأمل للشعب اليمنية وتوفير الاحتياجات الأساسية التي هم في أمس الحاجة لها وبين السيد بأن هذه اللفتة الإنسانية تأتي مواصلة للمواقف الإنسانية النبينة لجلالة الملك المفدة في مد يد العمد والمساعد للأشقاء والأصدقاء المنكوبين في الدول المتضررة والمنكوبة ولدعم الأشقاء في اليمن ومن جهته قال سعادة محمد حاجي الخورية المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل هياني لأعمال الإنسانية إن توقيت الشحن الإغاثية الإنسانية المشتركة مع الشقاء في البحرين وحجمها يعكس حرص قيادة البلدين على تخفيف المعاناة الحياتية عن الشعب اليمني مضيفا أن هذه المبادرة الإنسانية المشتركة تأكيد على النهج الإنساني لمنظومة دول مجلس التعاون الخليجي وأنها يد واحدة في مجال العمل الخيري والإنساني ترجمة نانسي قنقر